قراءة راتب الإمام الحبيب عبدالله بن علوي الحداد في مساجد رأس الخيمة بعد صلاة العشاء فيحصل أحياناً الجماعة الثانية يتشوش أو كذا فكيف الحكم الفقهية؟ هذا يعني يشهد أنه كانت المساجد كلهم يقرون راتب الحبيب الحداد معروف راتب الحداد يقرأ بشكل جماعي هذا متى في 1100 للهجراء يعني من 300 سنة تقريباً رحمة بن مطار اللي كنا نذكره أخذ عن وقام في رأس الخيمة الإمام زين العابدين بن الإمام عبدالله الحداد الحبيب زين العابدين بن الإمام الحداد أقام في رأس الخيمة وتوفي بها ودفنت الجزيرة الحمراء وعدد من السادة آل الحداد كانوا في رأس الخيمة وما زال ذريتهم موجودة مع الزعاب الآن يسمونه الشريف الزعابي معروفة أساميهم هاشم وزين وهذه أساميهم عجيب نعم إلى اليوم موجودين هم من ذريت السادة اللي أتوا من حضر موت آه يعني الزعاب فيهم سادة بعضهم نعم دخلوا مع الزعاب يعني أعرف بس نضموا تحت القبيلة تحت القبيلة لكنه يسمونه الشريف الزعابي تميزه كفرع باسم الشريف الزعابي الشريف الزعابي فهذي اللي موجودين في الجزيرة الحمراء الحاصل أن الحبيب زين العابدين أقام في رأس الخيمة صح قاموا الشريف معروفين الشريف الزعابي ايه شريف الزعابي شوف أساميهم هاشم وزين وكلها أسامي حسين أسامي السادة المشورة في حضر موت الإمام زين العابدين أقام في رأس الخيمة على ذكر المولد نحن نتكلم عن ذكر المولد كان الإمام زين العابدين صاحب فن يحب السماع يحب الألحان ويحب القصايد اللي هي الموشحات وله ديوان طبع باسم ديوان أخوه علوي لأن تعرف فن الصوت المشهور في الخليج كثير من قصايد عبارة عن قصايد الحبيب زين العابدين من الإمام الحداد يقول أخوه علوي شجاني الغرام في أبيات مشهورة اكتب في جوجل صوت يقول أخوه علوي بيطلع لك هذه كلها قصايد زين العابدين رضي الله عنه الإمام كانوا ينشدونها وبعدين قاموا يغنونها المغنين لأن انتشرت بين الناس لدرجة أن أصبحت حتى تغنى صار كانها أمر كل الناس يعرفونه منتشر وفزين العابدين رضي الله عنه بن إمام الحداد كان له علاقة قوية بشيخ رحمه بمطار واعتقاد قوي يعني بينهم صداقة قوية ترجمة نانسي قنقر